نختتم جولتنا الإخبارية من أشمع الشأن اليمني إذ سلمت هيئة الهلال الأحمر السلطات الطبية في عدن شحنة أدوية خاصة لمواجهة وباء الكوليرا كما واصلت الهيئة تقديم المساعدات للأشقاء اليمنيين على أكثر من صعيد المزيد في تقرير مراسلنا عدن ياسين والرضوة ضمن مساعداتها الإنسانية اللامحدودة لليمن في المجال الطبي سلم الهلال الأحمر الإماراتي ممثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية في ميناء الزيت بعدا شحنة أدوية خاصة بوباء الكوليرا إثر تفشيه الكارثي مع ظروف الحرب هذه الشحنة لا يتجزأ من شحنات قادمة سوف يستمس تلامة تقريباً ثلاثة إلى أربع شحنات سوف تكون في الأيام أو الأسابيع القادمة نتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وشكراً لشعب الإمارات والشكر موصول للهلال الأحمر الإماراتي الذي يوقف إلى جانبنا منذ اللحظة الأولى فريق الهلال الأحمر الإماراتي وبإشراف المهندس محمد الكتبي قام بتسليم شحنة الأدوية التي سبقتها شحنات سابقة استهدفت العديد من محافظات اليمن لرفع المعاناة عنها واستمرار جهود مكافحة هذا الوباء وزير الصحة وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤولون آخرون كانوا ضمن من تسلموا هذه الشحنة التي تضمنت أدوية ومحاليل خاصة لمواجهة جائحة الكوليرا هناك نقص نتيجة الإقبال خاصة بعد رفع مستوى الوعي لدى المواطن أول ما يحس أنه عنده بدأت أعراض من الإسهال مباشرة يتحرك إلى هذه المستشفيات في سياق آخر افتتح رئيس الوزراء أحمد بن دقر محطة للكهرباء بطاقة عشر بن جوات بمحافظة لحج بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية كما دعمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدا بثلاثة ملايين ريال سعودي لا يزال الشعب اليمني يتذكر أول سفينة إغاثة إماراتية كسر الطوق الحصار عن عدن في أثناء الحرب ومنذ ذلك الحين وسفن المساعدات والإغاثة الإماراتية تتوالى على الشعب اليمني ياسين الرضوان لأخبار الدار عدد